اشتركوا في القناة وكان يخشى علينا من عذاب الآخرة وفتن الدنيا وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية التي تنجينا من فتن الدنيا وقد حذرنا رسولنا من الفتن وحثنا على الاستعاذة منها والبعد عنها وقد كان الرسول دائما يدعي بالنجاة من الخمس فتن هذه وحثنا الرسول على قول هذا الدعاء بعد كل صلاة للنجاة منها عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم وكان دائما يستعيذ النبي من هذه الفتن بعد الصلاة وكان يخشى دائما منها وخاصة فتنة المسيح الدجال وأنه وصفه بالدجال لكثرة خلطه الباطل بالحق وأنه سوف يمسح الأرض في أيام معدودة فهو مسيح الضلال وبذلك نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه حتى يدرك المؤمنين مدى كفره وضلاله وفتنته على المسلمين وأيضا كان يقول أعوذ بك من فتنة المحيا والممات أي فتن الحياة والابتلاء في الدنيا من الشهوات وفتنة الممات هنا أي فتنة القبر والذي تندرج تحت فتنة الحياة لأنها مرتبة عليها ودعاء الرسول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم أي الإثم الذي يرتكبه ويفعل الإنسان وبالنسبة للمغرم سد الدين أن يدين الإنسان بدين ولا يستطيع أن يؤديه أستحلفكم بالله ألا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم فأنتم تساهمون في نشر الخير الكثير لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك